شاهدين دلوقتي موجز لهم وآخر الأنباء مع محمد اتفضل يا محمد شكرا بسانت الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جون بوا بايدن تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب الرئيس الأمريكي جون بايدن عن بالغ تقديره للجهود المصرية والوساطة المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع كما صرح متحدث الرئاسة بأنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفجارة تنهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الصياق ذاته بحث الرئيسان السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم والمخابس كما أضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفق على دفع كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى ألية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما لكافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضيهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسيع الصرع أكد مصدر رفيع المستوى على أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو عزل قطاع غزة عن العالم وشدد المصدر رفيع المستوى على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني مضيفا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنصيق مع السلطة الفلسطينية كما أشار المصدر رفيع المستوى إلى أن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها كما أضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر تحرص دائما على ثوابت القضية الفلسطينية مع إصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض إلى ذلك رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل لحثها على الوقف الفوري للعملية العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في قطاع غزة تهدد بقاءهم كليا أو جزئيا كما أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن مصر رحبت بقرار المحكمة بفرض تدابير لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة كما رحبت مصر في بيان صادر عن الخارجية بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة التقى وزير الخارجية سمح شكري ووزراء خارجية كل من قطر والأردن والسعودية الرئيس الفرنسي منويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس وأوضحت الخارجية أن اللقاء بحثت تحركات الكفيلة بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة ونفاذ المساعدات بشكل كامل ودون عوائق وسبل الدفع بالمسار السياسي بالإضافة لدعم تنفيذ حل الدولتين تأتي زيارة شكري ونظراؤه العرب في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنصيق المستمر مع الوزراء العرب لدفع نحو وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة دعى مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظف الأمم المتحدة وندد بشدة بجميع أعمال العنف ضدهم والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية هذا وقد تبني المجلس المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار صاغته سويسرا بأغلبية 14 صوتا مؤيدا بينما امتنعت روسيا عن التصويت وتم تبني مشروع القرار الذي لم يشر إلى أي صراعات محددة وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الحرب الدائرة في غزة حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 250 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا خلالها أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية في وقت تواصل فيه روسيا هجومها على منطقة خركيف وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تعلن إرسال كمية جديدة وكبيرة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن بلاده مشيرا إلى أن هذه الحزمة البالغ قيمتها حوالي 275 مليون دولار تعد جزءا من جهود واشنطن لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خركيف كما تحتوي حزمة الأسلحة على قدرات هناك حاجمس إليها رياضيا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل اليوم مع التراجة تونسي في إياب نهاء دور أبطال إفريقيا المحدد لها الثامنة مساء على أستاذ القاهرة هذا وقد اختتم الأهل تدريباته على أستاذ القاهرة الدولي ضمن الاستعدادات للمباراة وحرص المدير الفني مارسل كولر على عقد اجتماع مع اللاعبين للحديث عن بعض النقاط الفنية كان الأهل قد تعادل مع التراج سلبيا في لقاء ذهاب الذي أقيم الإسبوع الماضي على أستاذ حماد العقربي في رادس انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر